الصنار من الحاجات الأساسية جداً جداً أو يعني بنعتبره زي حجر الساوية أو نقول ستاندرد في تشخيص أغلبية أمراض النسا والتوليد الحقيقة يعني فكرة أن دكتور النسا يعمل الصنار دي حاجة أساسية يعني أساسي يعني يبعتبر أن ما فيه دكتور النسا ينفع يتقال عليه دكتور أمراض النسا إلا لما يعمل صنار الحقيقة الصنار اللي المفروض كل ده كاترة النسا بيعملوه بيعملوه كويس حاجة اسمها البيزيك ألترسال بس عندنا في الشغل حاجة اسمها الـ Advanced Sonography اللي هو الصنار المتخصص الحقيقة الصنار المتخصص عندنا ده يعني بنعتبره تخصص في أمراض النسا أو Sub-Speciality احنا بقى في شغلنا عشان نطلع نتائج كويسة ونطلع شغل كويس لازم نستعين بحد كويس أنا شخصياً في شغلي باعتمد على مجموعة ناس يعني زي ما بيقولوا فراودة في الألترسال عشان نطلع تشخيص كويس من الناس بقى يعني الفراودة اللي أنا يعني دايماً بعتمد عليهم في التشخيص دكتورة هبة أحمد استشاري الموجات الصوتية استشاري طب الجنين حد شاطر جداً جداً في التخصص دوت وبتساعدني جداً جداً إن احنا نقدر نشخص الحاجة مظبوط وبالتالي نعالجها مظبوط أهلاً وسهلاً بك يا دكتورة هبة أهلاً وسهلاً بحضرتك يا دكتور أحمد طبعاً الموضوع ده مهم جداً مهم جداً إن اللي بيعمل الصمار يكون حد متخصص حد عنده خبرة علشان ده هيفرق كثير جداً في الخطة العلاجية اللي احنا هنرسمها للعيانة فمهم جداً إن احنا نبقى وصلين في التشخيص لدقة عالية لقدر الإمكان وطبعاً التشخيص الدقيق على قد ما بنقدر ده مهم جداً علشان هيفرق فيه الخطة العلاجية للعيانة زي مثلاً مهم إن أنا أبقى معلقة كويس أو أعرفة إن أنا مثلاً فعلاً شايفة مشكلة في الأنبوبة ما هياش مثلاً كيس جنب المبيض أو كيس طالع من المبيض أو التسقاط اشتركوا في القناة